بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعده إن من أعظم ما يهتم به طالب العلم الشرعي علوم اللغة العربية بل إنه لن يصدق عليه اسم طالب علم حتى يكون بمكانة من اللغة العربية وإلا فهو يروم المحال ونظره في العلوم الأخرى لن يتيسر له بمعزل عن العلوم العربية فإنه إن حاول النظر فيقينا سيكون ذا نظر سقيم وفهم عليل وعليه فمن ناظر وقته لله تعالى بأن يصير طالب علم يريد الله تعالى ومعرفة مراده لا بد عليه أن يتعلم العربية بفنونها فبقدر إتقانه لها تكون سهولة تلقيه وأخذه للعلم فهي ضرورة في هذا الزمن لا كما سبق في عهد النبوة والصحبة وفي عهد التابعين ومن تبعهم فقد كانت سليقة عندهم تجري منهم مجرى النفس ولهذا اختصر لهم هذا الأمر كثير من المشقة فكانت فهمهم غاية في الدقة والحكمة بل والعصمة أيضا ولعلوم العربية أهميات كثيرة جدا وفوائد عزيزة ومن تلك الأهميات أن اللغة العربية هي لغة إلهية اصطفاها الله تعالى لتكون لغة كتابه العزيز ولغة خاتم أنبيائه وقال كثير من علمائنا كالفارابي رحمه الله إنها لغة أهل البرزخ كذلك ولغة أهل المحشر ولغة أهل النار ولغة أهل الجنة فهذا الاصطفاء الرباني لها يبعث في الإنسان روح العناية بها والسعي في إتقانها ومن أهميات اللغة العربية وعلومها أن بها تتبين القرآن الكريم والسنة النبوية لن يتأتى هذا التبين إلا بإتقان اللغة العربية ولهذا قال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين يقول الإمام ابن فارس إمام اللغة العربية كما في الصاحبي في فقه اللغة فلما خص جل ثناؤه اللسان العربية بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه واقعة دونه نعم قد يترجم القرآن إلى غير العربية فيفهم الأعجمي ظاهر الآية وربما المراد العام ولكن لن يدرك الإعجاز الذي فيها ولن يفهم الأسرار البلاغية والنحوية والأسلوب الرباني في نظم الآية كذلك من أهميات تعلم علوم العربية أن المسلم لا يستغني عنها في دينه وعبادته فلا يصح ذكر ولا صلاة إلا بالعربية فإن لم يدرك معناها كانت له هذه العبادات مجرد الغاز وتعاويذ مجهولة ولهذا عدها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الدين فأمر بتعلمها يقول رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينك وتعلموا الفرائض فإنها من دينك وكذلك مما روي أنه رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعر رضي الله عنه وقال أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب ومما يزيد العربية أهمية أن الله تعالى ضمنها جمالا خارقا فلزالت العرب تبدع وتبرع في العربية حتى أسس لذلك كما لا يخفى على الجميع أسواقا للشعر يلتقي فيها الشعراء فإن برز أحدهم بقصيدة على غيره كتبت على رخامة أو حجر ووزنت ذهابا ومن لطيف ما قيل في هذا الأمر قول أبي الريحان لأن أجتم بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية فهذا التجاوز الذي ذكره رحمه الله يفيد كأن العربية مقدمة في كل الأحوال ومن أهميات اللغة العربية أن بها تحصل الحجة وهذا مما تستلزمه شهادة العلماء وطلاب العلم على الناس يوم القيامة يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة فهذه الشهادة من شروطها العلم كما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهذا العلم لا يكون إلا بعد معرفة اللغة كما تقرر وعليه اللغة شرط في إقامة الحجج على الناس ومن أهميات تعلم اللغة العربية أنها تزيد في العقل والمروءة ويربط المتعلم بهويته وسلفه الصالح ربطا ربانيا عجيبا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق ثم أعلم أيضا أن الضعف في اللغة العربية سبب للوقوع في الضلال والشبهات والفتاوى المضلة وانتشار الفساد ولهذا يذكر ابن جني رحمه الله أن أكثر من ظل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها وأعظم ما يكون فيه هذا عندما يروم الشخص تفسير كلام الله تعالى فيكون هذا غاية في الخطورة لأن صاحبه سيتكلم عن مراد الرب عز وجل بغير اللغة التي جعلها قال بل لمراده فأعظم سبب للزيغ هنا الجهل بالعربية ولهذا يقول الحسن البصري رحمة الله عليه أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويله وكل قوم منذ القدم كما يشهد التاريخ بذلك كل قوم يعتز بلغته فإذا اعتز بها تطور وازدهر ولهذا إذا أراد العدو استدمار قوم خص بالضرب لغته لأنه يعلم أن الإنسان إذا قصر في لغته قصر في هويته ولهذا يقول الرافعي رحمه الله كلاما جميلا جدا يقول ما ذلت لغة شعب إلا ذلة ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها إلى آخر كلامه رحمه الله وهذا مشهود في هذا البلد ولهذا نجد كثيرا من التافهين يتبجح باللغة الفرنسية إذا أراد أن يخاطب الناس زعما منه أنه إذا أخلط الكلام الفرنسي بالعربي فإن ذلك يجعله في عزة ورفعة إنسانا مثقفا في زعم التافهين أمثاله هذه بعض فوائد تعلم اللغة العربية والكلام في هذا الأمر يطول جدا وقد بسط العلماء فيه الكلام نسي مع علماء التفسير في الآيات التي نسبت ذكرة العربية ونقتصر على هذا القدر لنأخذ في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالنحو خاصة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد